سريعا جدا نروح مع حضرتكم لجنوب أفريقيا وتحديدا لجوهانسبرج نروح لزماننا فاروق صلاح موجود داخل مقر إقامة الفريق بعد وصول البعثة طبعا رحلة صفر شقة والحقيقة يمكن ظروف صعبة جدا بواجهة النادي لأهل يوحد حقيقة احنا اتعودنا خلاص يعني انا مش فاكر امتى كانت الظروف مصصعبة احنا على طول الحقيقة الفريق يعني بيخرج من بطولة يدخل بطولة بيلعب دايما في ظل غيابات بيلعب في ظل اجهات بدني وزهني لكن خلينا نطمن على بعثة الفريق في جوهانسبرج مع فاروق مساء خير فاروق وحمد الله على سلامتك مساء الخير زميل العزيز احمد سبير كل التحالي وكل التحالي كل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان هذا هو قدر النادي الاهلي دايما تحدي جديد بطولة جديدة هو قدر لعابة النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي قبل ما اتكلم معك على جوهانسبرج وعلى اخبار الوصول لجنوب افريقيا والاستعداد لسانداونز وعايز اعرف طبعا برنامج الاهلي في الايام القليلة اللي هتسبق اللقاء عايز اتكلمك على رحلة السفر تكلمني على الطيارة الاجواء ما بعد الفوز على بيرامدز والناس ازاي بتتكلم على مواجهة سانداونز اللي جاي يعني خليني في البداية اتكلم على يعني بعد الفوز على فريق بيرامدز بثلاثة اهداف تعودنا زي ما قلنا خلاص لعاب النادي الاهلي الفرحة والسعادة اللي كانت عند اللاعبين والفرحة بالانتصار على فريق بيرامدز بثلاثة اهداف انا اعتقد ده هو انتصار عادي يعني ممش انكبر الامر النادي الاهلي فاز على فريق بيرامدز ومباراة بثلاث نقاط هو ده التعامل اللعاب النادي الاهلي على هذه المباراة وطول فريق سريعا صفحة مباراة بيرامدز والاستعداد بقى للمرحلة الاهم مواجهة فريق سانداونز كان وصول اللاعبين طبعا عقب مباراة بيرامدز التحرق من الاستاذ الاهلي والسلام الى مطار القايرة طبعا زميل احمد رحل التيران استغرقت عشر ساعات كان الوصول لمطار جونسبرج اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا يعني لدى وصولنا كان في استقبال حافل من وسائل الالام خلينا ننوه لنقطة مهمة جدا حالة من السعادة وحالة من الارتاح النفسي وارتفاع الروح المعنوية بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني بعد اعلان النادي الاهلي تجديد عقد مستر بيتسو موسيماني العامين القادمين اضاف المزيد من السعادة وارتفاع الروح المعنوية لمستر بيتسو موسيماني وافراد الجاز المعون وايضا الاغلبية العظمى وكل العابل للنادي الاهلي في هذا الامر اللي مسناها على الطائرة طبعا رحلة الطيران على مدار رحلة الطيران وعايزين نشكر مجلس أدوارة النادل على التوفير طابعا طائرة خاصة من الأمور المهمة جدا لمجلس إدارة النادل آلي في كافة رحلات النادل آلي والطائرة الخاصة الموجودة طبعا للنادل آلي طبعا عملية الاستشفى زميلة أحمد تحتى lt הי出ت من الملعب على الطائرة على طول عملية الاستشفى كانت بتتم للاعبين داخل الطائرة دور كبير جدا بيقوم بيه الدكتور أحمد أبو عبلا طبيب للنادرالي وكابل له مخطط الأحمال في القيام بالاستشفى السريع بالنسبة للعبين في استقبالنا في مطار جونيس بيرج المعالي السفير أحمد الفاضل سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا ومسؤولي السفارة المصرية وسريعا أنهى إجراءات البعث التفاريق للنادرالي وسأل إلى ألام هنا في جنوب أفريقيا كانت حريصة أنكم متواجدين مستقبلوا مستر بيتسو هنوه على مسرته مع النادرالي وعلى فوزه على فريق بيرامدز وأيضا هنوه على تجديد عقده لعمين قادمين أسرة مستر بيتسو مسماني كانوا موجودين كان مجموعة من جماهير النادرالي هنا في جنوب أفريقيا حرصين على ارتداء قميص النادرالي والمؤذرة ومسندة النادرالي ورفعين اللافتات للنادرالي نحن نصق في نصر النادرالي سريعا فريق حرك من مطار جونيس بيرجي كان الوصول لمقر إقامة فريق النادرالي اللي بتبعد عن المطار 35 دقيقة طبعا كافة الأمور الإدارية الكابتن سامير عادل وكابتن ساد عبد الحفيز انهاء هذه الأمور ثم سريعا مستر بيتسو مسماني يفضل أن يكون فيه راحة للعبين من التدريبات الاكتفاء بها الاستشفاء اللي تمت للعبين في الطائرة أو الاستشفاء للعبين اللي تمت هنا في مقر إقامة الفريق مع أداء بعض التدريبات البدنية من الأمور اللي مهمة طبعا أن مستر بيتسو مسماني فضل ده مستر ميشيل اللي يكون طبعا الروح مهمة من مستر ميشيل مستر ميشيل يعني أحسن حد يقول صباح الفل صباح الفل صباح الفل مستر ميشيل خلاص بيتكلم دلوقتي اللي هو اللاجة المصرية يعني بيكلمنا وقلنا أنت ساكم فين صباح الفل لمسال الفل خلاص يعني يبقى أنا بتعامل من المصريين إن أنا كريستيان وقلدي لروح مهمة جدا وزميل احمد المواقف دي والروح دي هي اللي بتجيب الوقف على منصة التطوين وهي اللي بتجيب البطولات. انا عايز اقول لك فاروق انه انه الجمهور بقى بيحسن وبالذات ميشيل يعنكون يعني انه بقى واحد مننا خلاص يعني فيه ناس بتيجي النادي الاهلي طبعا انا عارف اللغة الاحتراف وعارف ان الناس بذات العقليات الاوروبية ما عندهش فكرة الارتباط العاطفي لكن ده ما حسناهوش مع ميشيل يعنكون وبقينا حسيني ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي واضح انه فيه جزء مرتبط بالاخلاص والانتماء الموضوع مش موضوع شجل واحتراف فقط لغير. خلينا اقول لك زميل احمد يعني انا اتكلم على النادي الاهلي لكن اتكلم على الوطن الاكبر مصر يعني عايز اقول لك ارتباط بمصر مين ما يحبش مصر ومين ما يحبش الاجواء في مصر ويعني انت عارف القلب دائما بيتعلق بمصر مشيل يمكن من الامور المهمة جدا بالارتباطه بمصر علم اسرته او هو بيتعلم كمان اللغة المصرية الكراءة وكتابة وديه من النقاط المهمة. طيب عايز اعرف معك المصر مرة تانية عايز اعرف منك بس بداية قبل برنامج التدريبي اخبار الجو ايه لان المصر هيبقى الساعة تلاتة العاصر تقريبا فعايز اعرف اخبار الجو عندك في جنوب افريقيا ايه وعايز اك برضو تقول لي هل في ملامح سواء رصدت ده في وسائل اعلام او مع المسؤولين في جنوب افريقيا هل في اخبار عن فكرة حضور جماهيري في المباراة ولا لا لان نعارف جنوب افريقيا منع الحضور الجماهيري بشكل كامل عن ملعبها هل هيسمح داك السسنة في مباراة الاليو سانداونز ولا لا خلينا اقول لك هذين الشقين الشق الاول بالنسبة لدرجات الحرارة يعني تتكلم درجة الحرارة حاليا 15 درجة مقاوية الامطار استقبلتنا ده وصلنا لمطار جونيسبرج وده كان مش على عادة الايام اللي ماضية الامطار النهاردة يعني بتهطل على مدار اليوم بالنسبة لي الحضور الجماهيري خلينا احسن لك الامر نادي سانداونز تلقم وفقة من اللي كان قدم طلب للاتحاد الافريقي وتلقم وفقة بالموافقة على حضور على 10% من ساعة استاد سوكر سيتي اللي يستديه في احداث اللقاء الاستاد بيتسع ل95 الف متفرج استاد اللي استضاف نهائي كأس العالم 20-11 من الاستادات المميزة جدا وبالمناسبة فريق سانداونز لم ياخد اي مباراة من قبل على هذا الملعب لكن طبعا حصل على موافقة من الاتحاد الافريقي ب10% من الساعة الرسمية الاستاد ايضا ايضا فريق سانداونز كان اخر لقائن يعني بعد لقاء الاهلي وصانداونز تلقى الهزيمة في مباراة وفي الدوري بهدفين مقابل هدف ثم فاز فيه بالامس على فريق في كأس جنوب افريقيا بستة هدف في احد فرق الدرجة الثانية ده الشرق الخاص بالجماهير وخاص بدرجة حرارة الجو نقطة الاهم التانية النادي الاهلي هيقدي مرانو غدا في تمام الساعة الثالثة على ملعب كايزر تشيفز واحد من الملعب المميزة ايضا ثم هيكون بقى طبعا يوم الجمعة وهو اليوم المقابل المباراة يكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراة المؤتمر الصحفي المستر بيتسو موسيماني المؤتمر الصحفي لفريق سانداونز طبعا منكوبا ورولاني والمناسبة رولاني طبعا هيجيب عن الادارة الفنية لهذا اللقاء لحصوله على اقاف لمباراة واحدة يا مباراة الاهلي القادمة مع فريق سانداونز اقدر برضو اطمنك زميل احمد ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو اطمن على بعثة النادي الاهلي ودائما الاتصال طبعا بالدكتور محمد شاوي للوقوف على كافة الامور طبعا مع الاستاذ طريق انديل مع الكابتن حسام غالي طبعا الدور المهم ويدي يعني الامور معتدة دايما من الكابتن محمود الخطيب يتبقى ان شاء الله التوفيق ربنا ان شاء الله للعاب النادي الاهلي في هذه اللقاء وين حق انتصار زميل احمد بإذن الله على فريق سانداونز ان شاء الله ما عندنا الشك في ده بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز فاروق صلاح من جوانسبرج دي كل التفاصيل الخاصة برحلة النادي الاهلي ووصوله واستقبال طبعا معالي السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا لبعثة الفريق والحمد لله اطمننا على وصولهم بالسلامة برنامجهم التدريب يبدأ من بكرة ان شاء الله وبإذن الله نكون جاهزين ليوم مباراة يوم السبت زي ما قلتلكم مباراة ما تقبلش الاسمة على اتنين الخسارة طبعا سيناريو اللي قدر الله غير مطلوب على الاطلاق لكن انا شاف ان الاهلي ان شاء الله لو استعاد جزء من يعني اقاعه جزء من امكانياته الكبير قدام سانداونز نقدر ان شاء الله نحقق المكسب في جنوب افريقيا